السلام عليكم كيف الحال? ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين صلى الله رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. لايك وشير وسبسكرايب وكمنت حلو من كومنتاتكم الجميلة. بتنسوش تشتركوا وتفعالوا الجرس. جت كتير اسئلة على البسبوسة فحبيت اعمل مقدار صغير عشان الناس اللي بتحب تجرب ونقول ردود على كل الناس اللي سألت. اول حاجة نوعية السميد اصحابي اللي احنا بنستخدمها. سميد ناعم مايسبش شفته وانا بحطه ما بين اصابعي ما بيسبش اثر للطحين. اه فتكون حبيبات وناس كتير سألت اه 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 ليمش بتحطي جوز هند هي عملية ازواء شخصية. انا اضغط لكم النهاردة جوز هند. بنضيف معلقتين كبيرة على المقدار ما بيعملش اي مشكلة. اه انا بدأت النهاردة بكوب ونص اللي هو ربع كيلو سميد. واحط لكم مقدير ربع كيلو ونص كيلو. هنا اصحابي تلت كوب من السمنة المزابة. فينا السألت ننفع نحط زبدة ينفع. ينفع نستخدم زيت ينفع. ينفع نستخدم خليط ما بين الاتنين ينفع. ينفع سمن نباتي ينفع. اي مادة دهنية بتفضلوها تقدروه. اه هنضيف اه حليب اللي هو اللبن. وتقدرت سابدروب مية تقدرت سابدروب عصير برتقال. اي حاجة هتنفع. هنا اه اضفت ربع كوب بس من السكر. وهنا هضيف معلقة كبيرة من عسل الكولوكوز. انا عندي البديل اللي هو الكورن سيروف. وتقدرت تستغن عنه تماما مش هيأثر على الوصفة. بس هو بيدي قوام احسن. يعني الحاجات دي بتبقى محسنات لقوام البزبوسة. او نضيف معلقة كبيرة من عسل النحل او اه من القطر اللي هو الشيرة التقيلة. اللي هي كوب اه سكر عليها نص كوب مية وعصرة لمونة ونسيبه يغلي عشر دقائق على النار هدية. اضفنا كل المواد السيلة ودفتها على النار. مش بنخليها تغلي بنخليها تبقى دفية فقط. المرحوظة دي مهمة عشان السكر يدوب. ما تخليهاش تغلي. لانها لو غلت هتبدأ الحليب او اللبن يتبخر. في هيأثر على كمية المقدار مع السميد. في المرحلة هدي بنبدأ نقلب. نقلب مش بنعجن. لان احنا لو عجلنا آآ مادة الجلوتن اللي في السميد بتطلع. فتبدأ البزبوسة تعيش. يعني ايه تعيش. يعني هتبقى زي الخبز جافة وما تشربش الصيرب. بنقلب بالاسباتل او باطراف اصابعك او بمعلقة خشب. حتى زرات السميد كلها تختفي. وتتشرب السائل تماما. زي ما انتو شايفين. كده تتشربت السائل تماما. مقدار الربع كيلو بيجي في صانية مقاس اربعة وعشرين. لو انتو تريدوها السمك بتاع البزبوسة زي بزبوسة الحلواني ما بتبقى سميكة. اه لو انت عايزها بقى القطعة تبقى سميكة هتحطيها في مقاس واحد وعشرين. طبعا ديكم بقى حرية الاختيار. اهو هنا اتأكدت ان كل الصميد عندي تشرب السائل تماما. وقوام البزبوسة بيبقى اه متوسط يعني. حينها جبت الصانية. ده انتهى كويس. لازم تدهنيها كويس بالسمنة. عشان البزبوسة ما تلزقش منك. وهننزل كل كمية الخليط. وهبدأ اوزعها كده بالسباتولة او هنهزها بادينا كده هتاخد شكل الصينية على طول. لان هو الخليط اصلا بياخد شكل الصينية بمنتهى بسهولة يعني. اهو. بنستمر اصحابي بالتحريك كده. انا هزها لان القعد اللي عندي فوم. فههزها شوية بايدي. لكن اترقيها طرقتين على رخامة المطبخ. على طول هتتساوي السطح وتاخد شكلها. الشكل هاخدها على رخامة المطبخ. اترقها طرقتين. ونشوف. بنتأكد بس ان احنا نطرقها على الجنبين كده اصحابي عشان لو فيه اي فجوات للهوى. عشان لو فيه فجوة هوا هتعملك هتشققلك السطح. اهو زي ما انتم شايفين. هترقها برضو طرقتها طرقتين على الرخامة كده من الجنب. اتساوي السطح تماما. طيب طريقة التسوية لازم يكون الفرن ساخن. آآ هدخلها على اعلى درجة حرارة عندك. يعني انا عندي اعلى درجة حرارة ميتين وخمسين. انت عندك ميتين دخلي على ميتين. لو انت فرن غاز اعلى حاجة تشغلي فيها. لمدة عشر دقايق فقط. يعني بنسخن الفرن على اعلى حاجة وندخل البزبوسة. اعلى درجة حرارة لمدة عشر دقايق فقط. اوكي? اول ما العشر دقايق هي هيعدوا. هنحصل البزبوسة هتبدأ بالغليان. يعني اهي شايفين? بدأت بالغليان. ففي المرحلة دي بنزل درجة الحرارة من متين وخمسين الى مية وتسعين. مية وتسعين. لو خلتيها على درجة حرارة مرتفعة البزبوسة هتحترق منك. نزلت آآ لمدة آآ مية وتسعين حتى حمرت الاطراف. خدت خمستاشر دقيقة. لان دي كمية صغيرة. حين بقى خلاص ضفي من اسفل. وشغل بس الشواية حتى تاخد لون دهبي حلو. اهي بدأت تاخد لون دهبي اصحابي. بس انا اريد اغمقها عن كده شوية. فهديها كمان دقيقتين. اخليها تاخد لون آآ عشان يبقى لونها متساوي. ونعمل السيرب. السيرب هضيف كوب من السكر. وهضيف معاه آآ كوب ربع من المية. وطبعا. لان دي كمية صغيرة. وهضيفه آآ عصير نص لامونة او انا بحب اضيف زرات من آآ ملح اللامون. آآ ناس سألت كتير. السيرب بيبقى ساخن او بارد. لا السيرب لازم يبقى ساخن. والبزبوسة سخنة. يعني سخن في سخن. ما ينفعش حاجة برده في برده. او حاجة سخنة او حاجة برده. لا. البزبوسة لازم تبقى السيرب ساخن او العسل ساخن. والبزبوسة سخنة. ضفت زرات من ملح اللامون. وملح اللامون تحزبه. انتو بتضفوله انه لو زادت الكمية بيسوي مزازة. فبالتالي اللي يخاف من ملح اللامون خليه يكون في عصير نص لامونة صغيرة. احنا خليته يغلي بقوة اهو. وهو بعدين هدية عليه النار. اول ما يبدأ بالغلام بقوة. هسيبه خمس دقائق على نار هدية. خمس دقائق فقط اهو. وخلاص هنا هطف عليه بقى. وهضيف عليه معلقة من السمنة السيحة. السمنة بلدي عشان تدي طعم وبتدي لون وتدي لمعة لوجه البزبوسة. وهضيف كمان معي روشة فانيلا ونبدأ نخرج بقى البزبوسة من الفرن. اهي اصحابي اخدت لون ده بتحفة ما شاء الله. بننزل بالسيرب شايفين هي فصلة اهي. اما هنعبي هنضيف عليها السيرب. هتشرب وتعبي الصينية مرة تانية وهيتزيت في الحجم. اهو. بننزل السيرب كل الكمية مرة واحدة دفعة واحدة. هتشرب هي كل كمية السيرب. ما تقلقيش يعني. بنغطيها خمس دقائق فقط. ما تزاوديش عن خمس لست دقائق اقصى حاجة. لانه عشان وجه البزبوس هيصير طري. لو زودنا عن سبع تمن دقائق في الغطى. هيعج البخار المي هيعجن وش البزبوسة. هنا لسه قدامها شوية من السيرب هي. هسيبها حتى تتشرب خالص. انا بقى هي لسه طبعا اصحابي سخنة. بس انا هاضطر اه اه اقدمها عشان اختم الفيديو. لان انتم زي ما انتم شايفين من صوتي شوية مريضة دعواتكم معانا. لكن انتم معاكم الوقت تقدروا تسيبوها حتى تبرد تماما. وما فيش اي مشكلة. يعني هي لسه سخنة. وانا هقطعها وان شاء الله مش هتكسر ولا اي حاجة لان هي المأدير مزبوطة. وهي شايفين شربت كل كمية السيرب. يعني انا ما صفتش السيرب منها ولا اي حاجة. المأدير مزبوطة لو سمحتوا ما تغيروش. اهي شايفة طلعة متمسكة ومرملة وطرية وشربة وممتازة ما شاء الله. وطبعا لو بمنسبها تبرد هتبقى شربة اكتر وهتبقى متمسكة اكتر. وطعمها والله ما شاء الله كانت تحفة. شايفين لسه فيها بقايا سيرب لان هي لسه سخنة. لو سبناها تبرد بقى كل السيرب ده هتتشرب. هتتشرب اصحابي شايفين وهي لسه سخنة. مرملة طرية تحفة. يعني مش قادرة اوصفها لكم الريحة. اهم حاجة نوعية الصميد هي سبب نجاح البسبوسة. اختروا نوعية سمنة جيدة. برضو هي اللي بتأثر على طعم البسبوسة السمنة. شايفين القطع اللي طلعناها ولسه سخنة. يعني المفروض احنا نسيبها تبرد. اقل حاجة ساعة على ما تبرد ونبدأ نقطعها. لكن انا عشان عارفة ان المقدير ما شاء الله مزبوطة. آآ فما تكسرت شوالة فتفيتت وطلعت القطعة بقطعتها زي ما انتو شايفين وده احنا بنقطع منها القطعة متماسكة. ان شاء الله هكتب لكم مقدير النص كيلو للناس اللي تحب. وهضيف مقدير ربع كيلو اللي يحب يجرب. يا رب النهاردة اكون آآ قلت كل الايجابات. لايك وشير. السلام عليكم.